السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا النهار ده فيديو جديد وخبار جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك كمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله ودايما نخليكم وعارفين ان هنا وبس هتلاقي كل الاخبار الجديدة فلا تدور ولا تحتار ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله وبعد الدقة اللي اتعملت على السوشيال ميديا في انفصال منا عرفة وكمان محمود المهدي هزهرت منه رسالة غريبة النهار ده غريبة جدا 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 الرسالة بتقول انه يعني انا مش عارف ايه كمية الحقد والغل والكراهية اللي حصلت دي وفق لكو والفرحة اللي في عينيكو ده انا محدش هناني ولا فرحلي كده ساعة مرتبطنا لكن كلكو غل وحقد لما انفصلنا دلوقتي والناس عمالة ايه تغلط وتفرح فيه وشمتنين ايه الشماتة دي كلها بس عموما وكمان يوجه خصوصا رسالة لأهل زوجته التانية بيقول لهم ايه ما تفرحوش قوي كده فرحتكو دي مش هتتم معنى كلام محمود المهدي طبعا انه هو منه عرفة هيرجعوا لبعض مرة تانية لان فرحتهم مش هتتم انه هم انفصلوا فاذا يعني من المحتمل احتمال كبير جدا وده معنى كلامه انهم هيرجعوا لبعض مرة تانية فهل منه عرفة ومحمود المهدي بيعملوا عن ناس تمثيلية يعني وهيرجعوا تاني فهي بس دجة كده بيعملوها وهيرجعوا لبعض تاني ولا ايه معنى كلامه بالزبط بس معنى كلامه الوحيد مفيش غير ان هو ومنه عرفة هيرجعوا مرة تانية لبعض وكده خبرنا يكون خلص خلاص ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله اكتبوا لنا انتم كمان رأيكم في التعليقات ايه والسلام عليكم